تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني سير العمل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعدد من المدن الجديدة شملت مدن العبور الجديدة وسهاج الجديدة وحضائق العاصمة والمينيا الجديدة وقنى الجديدة وأصدر الشربيني تكلفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بوضع قطط مكثفة لإنهائها تباعا من من تنفيذ وحدات المبادرة تمهيدا لتخصيص الوحدات وتسليمها للحاجزين ووجه الوزير بمواصلة الجوالات الميدانية بالمشروعات للتغلب على التحديات التي قد تواجه التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير وأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذ لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين